سيد رائد القانون أصبح واقعا تشريعيا بدون التزمين في المواطنين ملتزمين فيه الآن الالتزام المواطن في القانون أزبت السكن كما تفضل دكتور مهند الأزمة الحقيقية ظهرت في الأردن بعد 31-8-2000 وطفرة العمرانية ظهرت بعد 31-8-2000 لكن إجا القانون عوضا على أنه يحل الأزمة هاي ويجعل الاستقرار أزم الأزمة بشكل أكبر يعني أنه في جزء من الأزمة التشريع وعدم استقرار التشريع التشريع وعدم الاستقرار التشريعي جعل هناك أزمة كبيرة وبالتحديد عندما عاد التشريع إلى ما قبل إقراره وتعديله عندما عاد إلى العقود التي أبرمت برضى الطرفين بأنه يجدد تلقائي هناك أناس دفعوا قلوات دفعوا أجرات مرتفعة يجدد تلقائي الآن في سبيل هذا التشريع يستند إلو المحامي أمام القضاء بس سمح لي أستاذ مهند يستند المحامي إلو أمام القضاء ويعمل على إخراج المستأجر المستأجر اللي تكبد النفقات هاي كلها وعمل في التجارة أو بالسكن بديش أقول بس تجارة واستقر في مكان معين استقر فيه ونتج عنه جميع أمور حياته إخراجوا من مكان سكنه أو من مكان تجارته هذا يريد أن يتفضل فيه الدكتور مرحادين خلل اجتماعي بشكل كامل خلل اجتماعي في بنية المجتمع بشكل كامل